حاجة تفرع الحاجة طبعاً وشخصية مهزبة ويعني عارف ان احنا في خضم كده القمة والناس كلها ما ورهاش حديث اللي عن الاهل والزمالك واللي هيحصل واللي حصل لكن زي ما انت تفضلت يا أستاذ عمر منتخب اليد ده حاجة يعني تخليك تفخر ان انت عندك لعبة زي دول وزي ما بقولت له انا مش ما بنافقش او ما بجملش احنا فعلاً بنتفرج على منتخب كورة اليد وكلنا ثقة انا لما بتفرج على منتخب كورة ببقى خايف حتى يعني ابو ابو بقى الان اكيد تمام لكن منتخب كورة اليد صح عندي ثقة ان احنا فرقة كبيرة جداً جداً بشيء من التوفيق وبشيء من يعني حسن الطالع او ان كورة او كورتين او لعب او اتنين من اللاعبين او كريم هنداوي او علي حد يكون موفق صح هيبقى لنا المكسب باذن الله ان شاء الله مين بقى اللفاندي بتاع منتخب مصرف كورة اليد مسامين مين اللفاندي لاب 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 لما اجيب قوت ول اللفاندي بابيركوا بابير نفسك انا عâte بني كريم هنداوي وهو اخد النهاردة رجل للمباراة مضبوط لأن انا بعتب قصدي في اللاعبين الساحة أو اللي بيهدفه بقى هو اللي محترف في برشلونا علي زين اللفندي طبعا وبعد كده يعني كريم هنداوي بيأكد المقولة الشهيرة بتاعتي اللي أنا بقولها في عالم كرة القدم إن ما فيش فريق بطل إلا بحارس بطل طبعا فهنشوف في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ الألعاب دية ما فيش فرقة بتصل إلى مستوى البطولة إلا لابد إنها تمتلك حارس مرمى بطل أكيد أكيد أنا شكر جدا لحضرتك كابتن أيمان الكاشف شكرا جزيلا وأسفين تعبناك من كابنت التعليق ليستوديو بمصر أنا اللي بشكرك جدا مبروك للنادي الآهلي وجماهيره ومجلس إدارته هردلك لنادي الزمالك وجماهيره وإدارته لسه المشوار طويل ومبروك للكرة المصرية ومبروك للرياضة المصرية وآلف شكرا جليك يا أستاذ عامل شكرا جزيلا كابتن أيمان شكرا جزيلا شرفتنا وستنحرككم ومشوفكم بعض البوصل خليكم معنا